القاهرة والناس تقدم برنامج النبض الأمريكي حصرياً من داخل الكونجرس الأمريكي ومن مبنى مجلس الشيوخ ومؤتمر الإرهاب العالمي وعلاقته بجماعة الإخوان ومناقشة القانون المطروح على مجلس الشيوخ الأمريكي لإدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية في الولايات المتحدة بحضور أعضاء من مجلس الشيوخ والكونجرس الأمريكي وعلى رأسهم مستشارة الأمن القومي فكتوريا كوتس والسيناتر تيت كروز المرشح السابق لرئاسة الولايات المتحدة وعضو الكونجرس مان لوي جولمارت والسفير الأمريكي فرانك ويزنر والدكتور هيرب لاندون وبحضور ممثل من الخارجية المصرية يعقد المؤتمر يوم الأربعاء الثالث عشر من يوليو في الساعة الواحدة ظهراً برنامج النبض الأمريكي مع الدكتور مايكل مورغن على القاهرة والناس أهلاً بكم في العاصمة